مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مشاهدين الكرام في قناتكم كود زكري لتعلم السياقة ومرحبا بكم في هذه السلسلة رقم واحدة وشرين من امتيح النظرية الخصوص السياقة سيفبا قبل ما نبدأوا اشتركوا معنا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد واي اقتراح للقناة او اي ملاحظة خلونا تعليق دي لكم نبدأوا اهلا بركتي الله انا في المسلك الانديماج جواب واحد تباطئ جواب جوج الجواب صحيح في السؤال هو رقم واحد دائما الدخلة كتسمى مسلك الانديماج وكتسمى كذلك مسلك الزيادة في السرعة يعني ما كننقصوش فيه في السرعة كنزيدو فيه في السرعة والخرجة كتسمى مسلك التباطئ ومسلك التخفيض من السرعة داك شي باشك الجواب هنا صحيح هو رقم واحد شتا نازلهم جهداء يمكنني ينسوك بأضواء الوضع واحدهم جواب واحد بأضواء التقابل جواب جوج بأضواء ضبابة القدام جواب ثلاثة بأضواء ضبابة الخلف جواب ربعة الجواب صحيح في هذا السؤال هو رقم جوج ثلاثة بالنسبة لنا السورة ما تحاولش تضخف السورة لأن السؤال أعطاوك بلي شتا نازل يعني عارف الشلي كين أنا المسألة دي أن نازلة مجهداء لأسلة خفيفة ما كيش لك شي كان قاعدة واحدة إلا كان شتا أتخدم الضواء التقابل والضوء ضبابة القدام والإلا كان الضبابة والتج والعجاج أتخدم الضواء التقابل والضوء ضبابة القدام وديل الخلف حظ sóفين بلنسبة لنا شتا نخدماه Steam رقم جوج وثلاثة يدugh تقابل والضوء ضبابة القدام باش نتوقف من الواجب نخلي اضواء الوضع مشعولين نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد بالنسبة لي انا غنتوقف في واحد المكان اللي هو ماشي موقف دي السيارات في واحد المكان اللي منعد ما فيه الانار دي الشارع نتعمل الواجب عليك خصك تبين العرض دي العربة ديلك احنا باش نبينو العرض دي العربة دينا يكفي ان انا كنشعلو اضواء الوضع بشكل تلقائي اللور كيشعلو مع مجوج ضواء حمر وكيشعلو معهم البولة دي الوحاة تسجيل وهكذا ما انتبه كتشعلو الوضع فانا كتبينو العرضية السيارة ديلك وحتى في القواعد دي السير اللي مذكوري عندنا في جهة رسمية المغربية كتذكر باللي انتلا توقفتي في واحد الماكن اللي كتنعدن فيه الانارة نتعمل الواجب عليك انك تخلي ضو دي العربة ديلك شعل باش تبين العربة اللي جاين من مورك دكشي باش كالجواب صحي عدنا هنا هو رقم واحد عند الاقتيرة من منتقى الطرق ملواج بالنقص من الصرع نعم جواب واحد لا جواب جوج يمكن لي ننبه بواسطة منبه الصوتي نعم جواب ثلاثة لا جواب اربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد ثلاثة دائما جميع المنتقى الطرق بتوصل ليه ضروري تذكر بعد حواجة تديره اول شي هو انك تنقص من الصرع وتساعد الفرمالة يعني اول حاجة اتنقص من الصرع وتساعد الفرمالة كيفاش كنساعد دول فرمالة هو انني كنحط ترجيع الفران وكنت ناشي خاطر مفاجئ يجري في ذاك مرتقة الطرق يعني حاط الفران في الدماغ ديلي وقت ما يخرج يشي حتى ولي عندي رضاة الفعل قريبة بزا دغياء الفراني يعني ان نقص من الصرع نساعد الفرمالة ننبه باشارة ضوئية الى كنت بالليل وننبه باشارة منبه الصوتي الى كنت خارج المدينة هاد ربعات القواعد اللي اذكرتلك هاو ما كيلي منهم جوجنا عندها عندي اقتراب ومتقاط طرق من الواجه من القصص صرع كنا نعم ننبه منبه الصوتي حيجنا خارج المدينة او خارج الجموة السكانة ندير المنبه الصوتي دكشي باشكل جواب صحيح واحد ثلاثة مسافة الكبح كتعلق بسرعة جواب واحد بالاتحام جواب جوج ب Debatارة الفعل جواب ثلاثة جوا سعفات السؤال هو رقم واحد جوج مسافة الكبح شناية بعدها اول حاجة مسافة الكبح هو ان كامل كت حتح تراجلك الى الفران حتى كاتorig وقف لك العربة ديلك عني كاملا كتسمية مسافة الكبح يعني انت عمل حتى ترجلك على الفران باش تفراني يلا حتى ترجلك على الفران وبديت تفراني حتا وقفت لك العربة ديلك تسمى مسافة الكبح و هي ماش تتجعلق. يعني ماش بتتغير معنا اخر ماش تتغير هي بتتغير بالسرعة وبالتي함 كيف اش ادنس بسرعة هو ان العربة التي يمشوه بمياه مش يمحال ليك Live 60 مش شوه باربعين يعني انت بالربعين راتين مش ناح تinernde المياه وتالى لانه سوالا قد تغير لحسب السراح كيدلك التحام. شنا هو التحام? التحام هو مبيل العاجلة والارض. المبيل العاجلة الارض انك يدخل فيها بزاف العواميل. نبدأ بالعجلة. العجلة واش عندها نقوش مزيانين. واش العمق تدوني من النقوش مزيانين. او ان العجلة محيية عندك. يعني مولاة ملسا. كذلك هنشوفه الارض. يعني الالتحام بين العجلة والارض. الارض واش فازقة? واش ناشفة? واش فيها الحصى? واش فيها الزفت? يعني اه تنوعية دي الطريق كتلعب تهيئتي كتتتغير من مسافة الكبح. ذاك شي باش جاوبنا اني مسافة الكبح كتتتغير بالسرعة والتيهم. اما واقترض الفعل واقترض فيها كيتغير بك انتق. ما عندوش علاقة بااا اا اا واقترض فيها كيتحالقها بسائق. اله الحالة البدنية دي اللي داك شي ما عندوكها علاقة مسافة الكبح. اما الكبح هي حتح ترجلك حتى وقفت لك العرابة. داك شي باش كنجوب صنع صحيح وو واحد وجوش بسرعة تسعين كمتر في ساعة. وفي ظرف عادية مسافة الوقوفيات قريبا سبعة وعشرين مترو جواب واحد اربعة وخمسين مترو جواب جوج واحد وتمانين مترو جواب ثلاثة جواب صحيفات السؤال هو رقم ثلاثة احنا غادي بسرعة تسعين كلمة طرف الساعة باش نحسبو مسافة الوقوف نطلبون ايا مسافة الوقوف حيش باش اللي بقي معرفة مسافات كم يكينا مسافة الوقوف مسافة الامل مسافة وقت للفين دب احنا ننظر على مسافة الوقوف مسافة الوقوف كيف اش نحسبها نفترض احنا دب احنا قلونا تسعين اتخذ العشر دي العدد تسعين كيفاش قد ناخد هذا العشر يكفي انك تحيض زيرو اللي يدك لي من زيرو واحد ديما حيض غير زيرو واحد تقدر تجيك مية وعشرية مية وعشرين حيضين زيرو واحد لي من من اليمين حيض داك الزيرو داك العدد لي بقال كدك هو العشر هذك العشر غتضربه في نفسه يعني هنا انك تسعين لحي ينزلوا شو بقالية بقتلية تسعود شو تسعود ضربها في نوسة تسعود تسعود شحال واحد ثمانين ما حافظ دول الضبس ينحفظو لك شي باشكال جوابنا صحيح هو رقم ثلاثة بسرعة مية وعشر كيلومتر في ساعة وفي ظروف عادية مسافة الوقوفية تقريبا نين وسبين مترو جواب واحد واحد وثمانين مترو جواب جوج مية وربعة وربعين مترو جواب ثلاثة جواب صحفة السؤال هو رقم ثلاثة هنا كذلك هذي احنا مية وعشرين وطلبوا مني مسافة الامان شنو قلناك ان ناخد العشور ديال العدد حي يتزيرون شحال بقالية قتلية تناش تناش وطناش حال مية وربعة وربعين مترو زيد حفظ لك جدول الضرب المنطقة الخطيرة كتش بدأ على بعد مية وثمانين مترو جواب واحد كتش بدأ على بعد مية وخمسان مترو جواب جوج كتش تمتد على طول مية وثمان مترو جواب ثلاثة كتش تمتد على طول مية وخمسان مترو جواب أربعة جواب صحفة السؤال هو رقم جوج ثلاثة كذلك هذي السؤال اي لا بغيت تجاوب عليه خطتكم فهم واحد القواعد واخر نحيدو لك اللافتة التكملية اللي التحت نبدو غير فوقانية نحيدو اللافتة التكملية اللي فيها مئتين نحيدوها هذك العلامة شو كتسمى كتسمى خطر منعرج على اليسر هذك المونعرج هوش الخطر بصيفة عامة ووش كيبدأ من عند العلامة الا ما يمكنش والخطر على نوصل يقول لي الخطر نزلوا عليها في العلامة ما يمكنش تمنطقية ما يمكنش عدنا قاعدة كي يقول لك الخطر يطبق وسط المدينة على بعد خمسين متر وخارج المدينة على بعد مية وخمسين متر هذي حفظنا وحنا دبا فكينين خارج المدينة الخطر غي يبدأ على بعد مية وخمسين متر نتعرف قاعدة قادية وخ ندبر نخلي العلامة اللي في المونعرجة اليسر ونضيرو واحد لا فيها تكميلية ولكن بدون اسهم نفترضو ان نخليو مئتين نحيدو اسهم اي لا تقدر تكون مئتين تقدر تكون تلتمية تقدر تكون ربعمية ولكن بلدك الاسم تانية. ما غا تبقاش حافظ ليا ديك القاعدة ديال داخل مدينة خمسين مترو. وخارج مدينة كتبق الخاطر على الابود مية خمسين مترو. لا كتلغى حيدها. ولكن الخطر هم علموك عليه. دبا ديك كنا حافظينا. دبانا قلك الخاطر. اغيب ده على الابود ميتين مترو. حيط يحطو لك اللافيتة التكملية لتحت ميتين بيدون اسم. قلك شوف الخاطر هتلف المون على جهدها. ارى ما تلقاش دابة وما تلقاش لابود مية خمسين حي تخارج المدينة. ولين هتلقى لابود ميتين مترو. مزين. دبا عدنا للتال القاعدة التالتة ويحطو لكم هاد العلامة هدي في هالأسهم. شنو كيقول لك? كتقول لك تقراجوش بلايك. الفوقانيها. غا تقولي الخاطر في عيب ده. اما خمسين داخل المدينة او مية وخمسين خارج المدينة. حنا فين هنا خارج المدينة. يعني الخاطر غا يبدأ لابود مية وخمسين. هي في كنا في رقم جوش. لاحظ ما هي رقم جوش فيه كيش بداء على مية وخمسين مترو. وفي رقم ربعة كاتم تد. لا احنا غا مشو كاتب داء على بعد. هايز هادا كاتب تداء على طول. ما صح لحشنا. كاتب داء على بعد مية وخمسين مترو هو رقم جوش. نقراول العلامة الاشتانية. العلامة الاشتانية في الاسهم. هادوك الاسهم كيتسمو الاسهم الامتداد. يعني بحالا بغاي يقولنا احنا ما غا نضربه مية وخمسين مترو. مرتفع على ليها صار.됐ك لم抵ش بقى هايز دائر لا خايب قا هي بتدتتتتتتتهم على على طول على مسافة على متيداز مية مترو هادو الم Quốc. لما ديرو مية متروين من جوان يعني هاداك لمني خمسين مترو. غلقوا المونة يقول لي هاداك لمل nuanced مش بقا دية ما غادي من غرد لها. قوي ماتل هايز سيد هاداك لملنع hoững قيمتد لي خمسين مترو هادا كيمتدتك يمنتم مرش سيف سوا اللي اشنو بدنا هنا عدنا السؤال الولي كالك كي يبدأ على بعد ميتمتر احنا ما نديروش لاش لان الاسم كتقولك كي يمتد هي اللي ولا بيدة على بعد ما كيناش حينا نمشي والسؤال رقم ثلاثة كي يمتد عدوك الاسم سميش واسم يمتد كي يمتد وما نمور كي يمتد كي يشو ثلاثة المصطلحات يقدر تجيك على طول على مسافة على متدة ميتمتر دكشي باش كالجواب صحيح هنا ورقم جوج ثلاثة الإشارة الطرقية كتسمح بالمرول العربات اللي كتحمل المواد الخطيرة وللوازن ديرها أقل من ثلاثة طرنس نعم جواب واحد لا جواب جوج الجواب صحيح هذا السؤال هو رقم جوج نقرأ العلامات المواشنومون اللولينية الفقالية كتقولك ممنوع العربات اللي كتحمل مواد خطيرة أو مواد اللي قابلة الانفيجا العو watt نوع من الموار العربات اللي كتحدى ثلاثة طرنس مستحيل نقلوا السؤال يتمنعون مادئة طرقية اللي كتحمل مواد الخطيرة مش هيننا كتسمح بالمرول العربات لكتحمل المواد الخطيرة الا ما كتسمحش بها. يدي احنا غنجاوب لها. ولي الوزن ديالها اقل من ثلاثة طنونس. يعني قل لك اللي الوزن ديالها اقل من ثلاثة طنونس. اه يعني بحالة بغي يقولوا انه اه كتسمح بالمرور العربات اللي 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 كتحمل بغوات خاطرة. ولكن اقل من ثلاثة طنونس. زي ما ذاك العلامة ديال ممنوع العربات اللي كتدوا ثلاثة طنونس. الا هي رب بصيفة عامة الفوقانية ممنوع العربات اللي كتحمل بغوات خاطرة. بلما تدخل في تلاتة طنعة ستنية. ذلك شي باش كالجاوبة ده صحيح هنا هو رقم جوج مش هي كتسمح كتمنع. كيصبح التجاوز بمنوع من عند العلامة جواب واحد على بعد سين مترو جواب جوج على بعد مية وخمسين مترو جواب تلاتة. الجواب صحيح في هذا السؤال هو رقم واحد هو بصفة عامة. المنع كامل كيبدأ من عند العلامة. وانك يقول كيصبح التجاوز كيضرو على العلامة شتنية او هدرو على العلامة الفقرنية بحل بحل. يعني المنع كيبدأ من عند العلاماتك شي باش كالجاوب صحيح هو رقم واحد.